الهزات الأرضية المختلفة اللي حصلت الفترة اللي فاتت ويمكن من يوم لتنين وإحنا كان عندنا زلزال هنا في كاليفورنيا برضو بس كاليفورنيا متعودين على الزلازل لكن لقينا في تايوان برضو كان فيه هزات أرضية بكوت خمسة وسبعة من عشرة شرق تايوان وكان برضو فيه مشاهد زلزال تايوان كان فيه ستة وثلاثة من عشرة وبعدين كان فيه خمسة وسبعة من عشرة والمشاهد أظهرت طبعا قد إيه الهزات زي ما انتوا شايفين كانت قوية جدا بسبب هذا الزلزال لقينا كمان هزة أرضية جديدة شعر بها سكان سوريا ولبنان والهزة دي كانت ظهر اليوم الجمعة وفكما وكالاته وكالاته وكالات الأنباء الرسميتين في البلدين لبنان وسوريا المركز الوطني للزلازل في سوريا قال إن الهزة الأرضية بلغت خمسة واثنين من عشرة على مقياس رختر أما لبنان ذكرت أيضا وكالة الأنباء اللبنانية أنه أهالي بيروت وكسرون وجبيل شعروا بالهزة في حين شعر سكان ترابلس لبنان أيضا بهذه الهزة ولكن بشكل خفيف الحقيقة بعد كده الناس بتقعد تدور على التوقعات قعدوا ينشروا توقعات لليل عبداللطيف إن فيه سونامي وهذه أرضية كبيرة تحصل في مصر قالوا برضو عالم الزلزال الهولندي بيحذر من يوم 18 و19 أغسطس وإنه في الساعات دي ممكن تحصل زلازل بس وقال لك إن فيه زلزال كبير هيكون بقود سبعة رختر وقال إنه برضو ده حصل في اليابان طبعا يوم 8 أغسطس ومتوقع مع نشاط الزلازل في المناطق اللي فيها نشطة زلازل ممكن إن تحصل زلازل في جماعنا زي ما قلت لكم أنا ممكن أتوقع إن فيه زلزال بعد شوية لو فتحته وكتبته إيرس كويك سدقوني أتلاقه فالموضوع هنا فعلا إحنا في الفترة اللي فاتت كلها بدأت النشاط وبتاعت تحت سطح الأرض والأسطح التكتورية والحاجات دي كلها وسببت منذ الزلزال الكبير في تركيا والزلزال اللي بدأنا بيه السنة دي والزلازل كلها اللي بتحصل كل الوقت ده فأي حد هيقول لكم إن فيه نشاط زلزال كبير متوقع كل دي توقعات ولكن الموضوع يعني مش إن هم بقى ناس يعني ما حصلوش والتوقعات اللي هي بيقولوها بتحصل الزلازل موجودة كل شوي زيت كمان لما زي بتشوفوا دلوقتي برضو الفيضانات والمناخ المتطرف اللي أطلق عليه مناخ متطرف شوفوا لينا قد إيه وإحنا قاعدين نشوف قاعدين نشوف فايدانات معلش في حوق بس في حوق لليورو نيوز معلش زميلين أسفة ففايدانات وأضرار كبيرة في ألمانيا وبعد عصفة عنيفة وأمطار غزيرة وكان برضو في كمان لينا فترة وإحنا شوفنا اليمن وشوفنا السعودية وشوفنا دول عربية وشوفنا السودان ودخلت على أسوان فالحقيقة إنه اللي عندنا دلوقتي أمطار كتيرة سيول فايدانات جو متطرف في كل مكان شايفين اليمن شايفين السيول شكلها إيه في اليمن فالحقيقة يعني كان الوضع صعب جدا كمان لقينا في فيديو انتشر بمساعدة حبل مشهد بطولي شاب كان يمني قام بإنقاذ أسرة كاملة من الغرق في مياه السيول اللي اجتاحت محافظة قابل اليمنية وأصفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح بصوا يعني بجد يشجع جدا جدا إنه هو قدر إن ينقذ الأسرة فزي ما أنتوا شايفين كده الدنيا في كل مكان قد إيه الفترة اللي فاتت كان فيه يعني حاجات كتيرة قوي والعاصفة اللي يعني بجد برافو عليه في الفكرة اللي عملوها دي وإنهم إزاي قدروا ينقذوا الأسرة من إنهم يروحوا في هذه الفيضانات كمان حرائق الغبات وإحنا شفنا الفترة اللي فاتت حرائق الغبات في كاليفورنيا حرائق الغبات في الجزائر في اليونان وللأسف ضمارها الجراء حرائق الغبات اللي التهمت عشرات آلاف الأفدنة بمنطقة أتيكا في اليونان شايفين المشهد المشاهد طبعا كلها متصورة بطائرات والوضع يعني كانت فعلا حرائق ضخمة جدا قضت على كل الأخضر في هذه الجزيرة اليونانية